والمنتخب على بعد مبارتين من الحصول على النجمة التامة والتتويج بإذن الله إن شاء الله يوم الحد بكاس أمم إفريقيا نرحب حضراتكم في بداية حلقة جديدة من السادسة وعيون المصريين تتجه بعد 48 ساعة للكاميرون لمتابعة لقاء مهم لقاء فاصل لقاء عليه كتير من علامات الاستفهام وخليني في البداية طمينكم لأنه كان فيه كلام كتير جدا وإشعاد طلعت على نتيجة المسحة الخاصة بلعابة مصر قبل مواجهة الكاميرون وخصوصا كلام وإشعاعات اتكلمت على إيجابية مسحة محمد صلاح هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وطم من حضراتكم بشكل رسمي المسحة الرسمية لصلاح ولكل اللاعبي منتخب مصر الحمد لله سلبية ودي كانت أولى العقبات اللي كنا متوقعينها العنوان الثاني عقبة رئيسية تعقاح المصريين بكاري جسامة هو حكم مباراة مصر والكاميرون ومصريين حقيقة يتخوفوا بشكل كبير جدا من اسم بكاري جسامة على الرغم منك لما تبص على مشوار الراجل يعني ما كانش مع المنتخب المصري ليه وقعة أو مواقف تقول إنه الراجل متربص لنا لكن الخوف من المعادلة الخوف من بكاري جسامة مع الكاميرون في أم أفريقيا والكاميرون بتلعب على أرضها ووس جمهورها هنا أعتقد يبقى فيه علامة استفهام كبيرة جدا وكان من الأجدى يعني إذا كنا دائما بنتكلم على تطوير الكرة في أفريقيا وعلى إنه المما أفريقا لازم بقى تفكر بشكل مختلف وبشكل محترف ونتخلص من المشاكل المزمنة اللي عايشة معنا على مدار سنين طويلة جدا فيه أسماء كتير جدا الحقيقة ما تقدرش تقول إنه عليها أي علامة استفهام كان من الأولى ومن الأجدى إنها تتولى خلنا نتكلم على أهم ثلاث مطشات في البطولة يعني حتى مطشين قبل النهائي مصر كاميرون سنغال بروكينا فاسو الاتنين دول أهم من مطش الثلاث والرابع يعني دول يحسموا ويحددوا طرفي المباراة النهائية الفرقتين اللي يوصلوا لنهاية المحطة الأخيرة قبل الإعلان عن بطل قارة إفريقيا وبالتالي مباراتين كانوا يستحقوا إنه يكون فيه أسماء على مستوى من عارة قيل مستوى رفيع مستوى احترافي لا يقبل أو لا تقبل نزهته أي تشكيك أو أي علامة استفهام وده اللي ما حصلش وده اللي الحقيقة بيستفز الناس وبيستفز دولة كبيرة زي الدولة المصرية وجمهور عظيم زي جمهور مصر بنكلم على أهم بطل في القارة مصر دايما على كل مستوىات مش بس على مستوى الألقاب على مستوى لعب المطشات النهائية احنا لقبنا تسعة نهائي أمم أفريقيا على مستوى الوصول للمربع الدهبي 15 مرة على مستوى عدد المطشات على مستوى عدد الأهداف المسجلة كل الأرقام دي مصرية تريد مارك مصري فلما بتيجي تتعامل مع أهم أو أكبر دولة في القارة كرويا لازم دايما تحط ده في الاعتبار كان من الأجدى الحقيقة على لجنة المنظمة أنها تتفادى أي زرة أو أي مدخل للتشكيك في نزاهة البطولة وكلام مش بس عشان منتخب مصر هي الكلام إذا كنا عايزين نعمل بطولة محترمة إذا الكلام ده لو عايزين نقول أنه عندنا قدرة على تنظيم بطولة كاملة آه طبعا الكاميرون تشكر عملت بطولة في حدود إمكانياتها معقولة بشكل كبير جدا ولكن في النهاية أعتقد أنه فيه كتير من العلامات الاستفهام مش في مصر وكاميرون بس لكن من بداية البطولة فيما يتعلق بملف التحكين هنروح كمان للإمارات ونشوف أول تمرين أو نتابع أول تمرين نهاردة الأهلي أول تمرين إن شاء الله سعدادا لمباراة السبت مونتري المكسيكي وأطمنكم على علي معلول اللي وصل وشارك فيه تمرينة النهاردة وبالمناسبة الغيابات المؤكدة عشان فيه كلام كتير جدا على الإصابات سواء في المنتخب أو في النادي الأهلي الغيابات المؤكدة بالنسبة لمنتخب مصر هم لعب الدفاع أحمد حجازي وأكرم توفيق أبو جبل موقفه ما تحددش الشناوي مش هيشارك في مباراة الكاميرون ووارد جدا ما يلحقش إن شاء الله بإذن الله المطشل تاني سواء كنا لقد دربنا نعب على ثلاثة أو رابع أو إن شاء الله وصلنا للمباراة النهائية لكن هيكون صعب أنه يلحق بيها لكن أبو جبل منقفه لم يحدد حتى اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها حمدي فتحي ودي حاجة حمد لله نتنفس الصعداء زي ما بيقولوا حمدي فتحي جاهز للمشاركة واحتمال كبير يبدأ مباراة الكاميرون أساسية أما بقى فيما يتعلق بمشاركة الشناوي في مونديال الأندية فكلام كتير برضو النهاردة وإشعات كتيرة جدا على غياب محمد الشناوي عن مونديال الأندية حتى لو وصل النادي الأهلي لمباراة النهائية يحب نتكلم على مباراة التحية إن شاء الله يوم خمسة نأمل كده بإذن الله إن شاء الله أنه يكون معدنا التانية أو مباراتنا التانية في مونديال الأندية كاس العالم يوم تسعة وده معناه أنه إحنا وصلنا قبل النهائي وإذا نجح الأهلي في تخطي عقبة قبل النهائي اللي غالبا هتكون في مواجهة بالميراس أو هتكون في مواجهة بالميراس بالفعل يبقى هينتظر ليوم 12 عشان يلعب في المباراة النهائية مع الطرف التاني طبعا اللي غالبا هيكون تشلسي لكن كلام كتير بيقول إنه الشناوي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية هتمنعه حتى من اللحاق ببقية مباراة أو استكمال مباراة النادي الأهلي في مونديال الأندية والكلام ده برضو ما الصحيح هأكد لحضراتكم إنه الشناوي عنده فرصة إن شاء الله بإذن الله يعني لو كان جاهز إن شاء الله فيه فرصة مازال هناك فرصة للحاق بفريق النادي الأهلي في أبو ظبي وعلى كل الأحوال علي لطفي وشوبير حقيقة يعني كلنا ثقة في إنه هم يقدروا يحروصوا مرمى النادي الأهلي خليني أخد حضراتكم لأهم عنوين حلقة النهاردة وبالمناسبة بما نحن نتكلم على المونديال النهاردة هيكون معنا واحد من نجوم تشلسي نجمة تشلسي سابق ديفيد ليه هيكون ضيفة لنا في الثالثة النهاردة من خلال فيديو كونفرنس هنتكلم معاه طبعا على مشاركة تشلسي السنة دي في بطولة كاسر عالم الأندية ورأيه فيها ورأيه في مستوى الأندية المنافسة وفرصها في منافسة تشلسي على اللقب طبعا تشلسي هو المرشح الأبرز أو المرشح الأول للتتويج ولكن في النهاية كورت القدم ما فيهاش حسابات وتشلسي نفسه شارك قبل كده في كاسر عالم الأندية ووصل للمباراة النهائية ولكنه خسر اللقب أمام كورنثيانس البرازيل خلينا نروح لأهم الأخبار والعنوين في السادسة مع حضرتكم النهاردة الأهل يخود أول ميران اليوم بالإمارات استعدادا لمونديال الأندية ومحمد محمود ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم معلول ينتظم في معسكة الفريق بالإمارات والمنتخب يبدأ اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا سلبية المسحة الرسمية لمحمد صلاح ولجميع لعادي المنتخب قبل مباراة الكاميرون وصلاح نفكر في مباراة الكاميرون فقط واللعبون بحالة جيدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وليد سليمان علي لطفي حسين الشحات رمي ربيعة محمد هاني طهر محمد طهر انسيت الشحات وطهر في البداية برضو اتنين تقال جدا وعندهم خبرة المشاركة في كاس العالم محمد محمود الحمد لله جاهز احمد عبدالقادر ورقة ربحة جدا وعبدالقادر انا شخصيا يعني حطت عليه رهان كبير جدا في البطولة دي فرصة قدامه كبيرة جدا عمار حمدي في نص الملعب اعتقد برضو هيعود بشكل كبير جدا انغياب فتحي والسلية بس الراجل يعني يدي له الفرصة ومهم ان هو يعرف يستغل الفرصة ويكون جاهز ديها برسيتاو رغم اصابته موجود محمد اشرف لعيب مباشر جدا الاشرفين محمد وحمد انا شايف فيهم حاجة مباشرة جدا محمد فخري طبعا من الاوراق الكويسة محمد مجدي افشا محمود وحيد حمز علاء كريم فؤاد منتظرينك كريم يعني منتظرينك جدا جماهين النادي الاهلي كتفرحانة جدا جدا يوم عرفت انه الاهلي خلص صفقة كريم فؤاد فاحنا مستنينك تظهر بالشكل اللي يتناسب مع تطلعات وطموح جماهير الاهلوية في بطولة كاس العالم حسام حسن رغم اصابته لويس مكسوني نتمنى تكون بداية انطلاقة يعني عايزيني شوف نسخة تشامبيونز ليك بقى يا مكسوني زياد طارق صعد الواعد مصطفى مخلوف طبعا حالس المرمى للشاب ومعهم طبعا ياسر ابراهيم وزي ما قلتلكم محمد محمود الحمد لله جاهز ممكن يعني يبقى بعيد عن مشاركة لكن في النهاية ورقة ممكن يستخدمها مستر بيتسو موسيمانيا ولد امكانياته هايلة وان كان يمكن بدنيا هو يعني لسه شوية لكن الولد ده لو وصل لناحية بدنية فورما كويسة انتظروا لعب يعني انا على ضمانتي يعني اذا كنتوا بتصقوا فيها انا شايف محمد محمود ان شاء الله باذن الله لما تكتمل الفورما عنده وحالته البدنية والمعنوية تبقى في احسن حالتها هنشوف العيب كرة كبير جدا علي معلول زي ما قلتلكم برضو تضم للبعثة هناك وبكده اعتقد برضو معلول مع ديانج مع الموجودين مع ناصر الخبرة يعني زي الشحات زي أفشة زي طاهر زي ياسر زي ربيعة زي هاني كل دول عناصر الخبرة ولعبوا في البطولة دي قبل كده وبالتالي الفرقة بتتقل يوم بعد يوم لو عدينا مطش مونتري خلاص البطولة قلبت بشكل كبير جدا بقيت قصة تاني ليه بقول ده لانه ان شاء الله بإذن الله العيبة المنتخب المصري اللي موجودين مع منتخب مصري في الكاميرون يلحقوا بالبعثة بعد نهاية البطولة وبالتالي هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا جدا ان هم يحقوا مطش يوم الأربع اللي هيكون في الدور قبل النهائي وبالتالي يبقى فيه حالة فوائد نفس الكلام ده طبعا بعد موجه رسالة شكر الأشقاء في الإمارات طبعا إمارات الشقيقة لها مكانة ومعزة في قلوب كل المصريين على كل مستويات قيادة وشعبا يعني في بعض الأوقات علاقة الشعوب ببعضها لتتأثر يمكن على مستوى القيادات السياسية تجد فيه يعني عدم ارتياح يعني ما فيش مش عايز أقول احترام لكن ما فيش روابط بتربط بينك وبين دولة ما على مستوى قيادة السياسية لكن تبقى علاقات شعوب دايما 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 على أحسن ما يرام لكن الإمارات تلاقي دايما حقيقة كل المصريين يعشاقوا الإمارات قيادة وشعبا وده الحقيقة مبني على مواقف كتير جدا وصلوات وأواصر وترابط على كل مستويات الحقيقة وعلى مدار سنين طويلة جدا والحقيقة يمكن كابتن محمود الخطيف في رسالته بيوجه الشكر للأشقاء في الإمارات والحقيقة كمان لابد أن نحن نديهم حقهم الناس دي راجحت في أنها تعمل طفرة في البنية التحتية وفي تطوير قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وده الحقيقة يمكن أشاد بيه كابتن خطيف في كلمته وشوفنا الحقيقة يمكن مش أول مرة الإمارات العربية الشقيقة تنظم بطولة كاس العالم الأندية وقدمت قبل كده الحقيقة يعني إثباتات على قدرتها على تنظيم بطولات كبيرة جدا وإن شاء الله بإذن الله البطولة دي في أبو ظبي تعكس نجاح الإمارات في تنظيم واستقبال البطولات الكبيرة وفي وسط الكلام كانت كلم كابتن محمود الخطيبة على موقف نادي الأهلي من مشكلة التعارض بين بطولة أمم أفريقيا وبين بطولة كاس العالم الأندية طبعا يعني أنا بشوفه إخفاق شديد جدا جدا من الفيفا يعني إزاي تنظم أهم بطولة على مستوى العالم كله بالنسبة للأندية اسمها كده كاس العالم للأندية إزاي كاس العالم للمنتخبات كده أهم وأكبر بطولة للأندية على مستوى العالم في نفس التوقيت في نفس التوقيت المنتخبات مرتبطة بارتباطات سواء متعلقة بتصفات كاس العالم يعني بطل مكسيك مثلا المونتري عنده 7 أو 8 لعيبة بيلعبه في منتخبات كولومبيا وأرجنتين وكوستاريكا والمكسيك عندهم 5 أو 6 لعيبة في منتخب المكسيك ومنتخب المكسيك يلعب يوم الخميس يعني قبل ماتش ومونتري بـ 48 ساعة يلعب يوم الخميس الصبح مع بانما ومنتخب مصر بيلعب في أمم أفريقيا فإزاي تنظم بطولة بالقدر ده يعني شيء مفوش لا تخطيط ولا تنصيق ولا أي نوع من أنواع القدرة على تنظيم بطولة بالحجم ده كابتن خطيب قال أنه الأهلي سنفس كل الطرق الحقيقة تواصل بشكل مباشر مع الفيفا وتواصل أيضا مع الكاف لأنه الأهلي ليس بيمثل مصر في البطولة دي الأهلي بيمثل قارة أفريقي وبالتالي مفترض أنه الكاف أو الاتحاد الأفريقي يدافع عن ممثله فيه اللي بيمثل قارة في بطولة كاس عالماندية ويدغط بأي شكل من الأشكال على الفيفا لتغيير موعد البطولة وتواصل أيضا وأنتوا عارفين طبعا التصريح الشهير لرئيس اللجنة السلسية أحمد مجاهد اللي كان مسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بأنه المنتخب حيلعب يعني هكذا تدار هذا هو الأسلوب اللي بتدار به الكرة المصرية تصريحه طبعا الشهير بأنه مصر هتلعب بكامل لعبية في بطولة أمم أفريقيا والأهلي يلعب بكامل لعبية في كاس العالم وظن الأهلي طبعا أنه الرجل مدرك لطبيعة موقعه ومدرك لحجم المسئولية ولتوابع تصريح زي ده وظن أنه في الأمور يعني فيه اتفاق أو فيه بوادر حلحلة للمشكلة ولكن طبعا طلع كله في الهجايز زي ما بيقولوا كده تصريح ليس له أي أساس من الصحة واستمرت المشكلة ولكن في النهاية كابتن محمود طبعا وده يعني ده واحد من أهم بدأ النادي الأهلي على اختلاف إدارته المتتابعة يعني أنه مصر أولا ده شيء ما يختلفش عليه حد وأنه احنا سعداء بيقدمه منتخب مصر وده دور النادي الأهلي أنه يدعم المتخب المصري وهدفنا الحقيقة من كل الكائنات الرياضية أنه الرياضة المصرية يتبقى دايما بخير وأنه العالم المصري يبقى دايما مرفوع وده حاجة ما تقبلش الاسمة على تنين زي ما قلتلكم النهاردة طبعا الاستعادات تاعت المنتخب أنتوا شفتوا طبعا الصور وشفتوا الجرادل واتحكتوا وقلشتوا وهزرتوا يعني بقالكم يومين لكن في النهاية هذه الوسائل المتاحة وهذه الإمكانات المتاحة وبالتالي المجهود الكبير اللي عملوا لعبتنا في المطشين أنت لعبت مطشين نهائي وراء بعض يعني مصر كوديفور طاليق بأنها تكون مباراة نهائي بطولة مصر المغرب طاليق بأنها تكون مباراة نهائي بطولة ولعبت فيهم 120 في 120 وراحت قابل الكاميرون فطبعا يعني كان الله فعون اللاعبين تأكد غياب حجازي تأكد غياب أكرم أنتوا عارفين أنه أكرم من بداية البطولة بعيد خلاص تأكد غياب الشدناوي عن المباراة الاحتمال يكون جاهز أو في محاولات لتجهيزه أبو جبن لكن أنا لأول مرة خليني أقول برضو دايماً بنتقده في اختياراته وأقول أنه فيه أسماء لو كان تم اختياراته في قائمة المنتخب قبل البطولة ما تبتدي ما كناش وجهنا مشاكل نتيجة الغيابات للوقت لكن في النهاية يحسب ليه اختيار أربع حراس مرمى والأول مرة من فترة طويلة جداً أشوف أربع حراس مرمى في سكوات فريق أو منتخب يعني يطمنه يعني طبعاً الشناوي مفيش نقاش أبو جبل بالتجربة وبالأمر الواقع نجم يعني في أحسن مستوياته قدم بطولة كويسة جداً لغاية حتى لحظة إصابته ووراهم صبح وجاد الاتنين الحقيقة يعني مبشرين جداً ومستقبل حراس المرمى في منتخب مصر فبالتالي المركز إن شاء الله ما فيهوش مشكلة وده شيء يحسب لكارلوس كيروش الناس اللي كان بتسأل ليه أربع حراس مرمى أعتقد أنه الإجابة جت طبعاً في ظل كبان التخاوف من إصابات كورونا الإجابة جت في بطولة أمم إفريقيا لكن في النهاية كل اللي ظهر كبديل أعتقد أنه أدى دوره بشكل أكتر من رواع سواء كنت بتكلم على محمد عبد المنعم سواء كنت بتكلم على عمر كبال عبد الواحد أو أبو جبل طبعاً بعد إصابة الشنان مرة تانية أعتقد لكم سلبية مسحة كل اللاعبين طبعاً منتخب مصر قبل دي المسحة الرسمية المسحة المسؤولة عنها الكافة والاتحاد الأفريقي جاءت نتيجة لعبية مصر كلها سلبية والحمد لله طمنا على جميع اللاعبين نروح بعد كده لمحمد صلاح اللي تكلم على التركيز مهم جداً وسريعاً جداً خليناً أقول لحضراتكم أنه واحدة من أهم مكاسب البطولة دي مش على مستوى الأرقام والمنافسة استعادة الجمهور المصري ثقته في منتخبه وأرجو أن احنا نبني على ده عشان ده وصلنا لمرحلة كاس العالم وإحنا بجد متطمنين وإحنا بجد متفائلين وده ما جاش بالنتاج بس ده جيه بإحساسنا بروح وأداء المنتخب المصري إذا استمر حالة التركيز والروح والاجتهاد في مباراة الكاميران بصرف النظر عن النتيجة كلنا وراكم ومش هنقول لكم كشف حساب ومش هنزعل أعتقد أن الغالبية العظمى وناس ستفى معاه ده مش هنزعل أبدا قدمتوا مرضود أكتر من رائع وأثبتوا أنه أنتوا عند حسن الظن وقد المسئولية وكل التحية لكل النجوم المتخب المصري عايزين نظهر بس بشكل كويس في مباراة الكاميرون وهتكلم على ماتش الكاميرون وهتكلم على ماتش مونتري بس خلينا روح لفاصل وارجع بعد الفاصل أستقبل ديفيد لي نجب طبعا شلسي السابق والحديث هيكون على بطولة كاس العالم للأداء ديفيد لي يعني حديث تليفوني كده هنجري عبر الهاتف بداية طبعا بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة شكرا جزيلا لا مشكلة سعيد بتواجدي معكم بداية خاليني أكلمك على نظرتك لمشاركة شلسي في بطولة فيفا كاس العالم واستعدادات الفريق للمشاركة إن شاء الله في البطولة اللي هتنطلق مع بداية الإسبوع اللي جاي نعم أعتقد أنها بطولة مهمة جدا لفريق تشلسي أن يفوز بها أعتقد أنها ستكون بطولة مميزة وأعتقد أن تشلسي سيفوز بها أعتقد أن مستوى المنافسة في البطولة سيكون قويا يوجد الكثير من الضغط على تشلسي حاليا في البريمير ليغ لكن أعتقد أن شخصية البطل تحتم على فريق تشلسي أن يكون جاهزا ومستعدا لهذه البطولة فأعتقد أنها بطولة مهمة لتشلسي أن يفوز وأعتقد أن تشلسي حاليا قادر على الفوز بهذه البطولة وأعتقد أن الفريق عليه أن يتحل ببعض الهدوء للفوز بمثل هذه البطولات خليني قبل ما أدخل في الأمور الفنية وفي فكرة المنافسة وتحقيق اللقب أسألك سؤال افتراضي ماذا لو كان فريق تشلسي في مشاركته في كاس العالم أو قبل مشاركته في كاس العالم سيحرم من عدد من اللاعبين الدوليين وعددهم كبير جدا في تشلسي من جنسيات مختلفة من مشاركتهم مع الفريق في البطولة بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم كان إيه ممكن يكون موقف تشلسي من مشاركة في بطولة كاس العالم أعتقد أنه أيضا ستظل هناك فرصة للعديد من اللاعبين الآخرين اللي يشاركوا ويثبتوا مستوياتهم أعتقد أن تشلسي حاليا بالفعل فقد عنصرا هما في بطولة إفريقيا وهو حارس المرمى إدوارد ميندي أفضل حارس في العالم حاليا لكن أعتقد أن البدلاء في تشلسي جاهزين وأعتقد أن هذه البطولة ستكون فرصة لإظهارهم جيدا دائما حزوز بطل دوري أبطال أوروبا بتكون أوفر وأعتقد أنه بالإرقام كمان حجم البطولات اللي حققها دائما حجم الألقاب يعني كاس العالم لأن دائما حققها فرق حققتها فرق أوروبية تتفوق وتتجاوز حتى فرق أمريكا اللاتينية ولكن رغم مشاركة تشلسي لتاني مرة إلا أنه قبل كده فقد اللقب أمان كورنثيانيس البرازيلي إزاي بتصوف فرص تشلسي في تحقيق اللقب ده النسخة الجديدة ومين هم أبرز المنافسين من وجهة نظرك أعتقد أن بالميروس هو فريق قوي جدا وأستطيع منافسة تشلسي أعتقد أن هذه ستكون أصعب مواجهة ستواجه تشلسي في البطولة أعتقد أن فريق تشلسي يجب عليه أن يستعد جيدا ويلعب جيدا فالمنافسة في البطولة كبيرة جدا ولكن أعتقد إذا لعبت تشلسي بمستواه المعهود سيفوز بالبطولة دون أدنى شك وأعتقد أن فريق تشلسي فريق كبير اعتاد على الفوز من مثل هذه المباريات الكبيرة هل تعتقد أن دوماس دوخل هيعتمد في البطولة دي على تشكيلة أساسية ولا تتوقع أنه يكون فيه ظهور لوجوه جديدة من فريق تشلسي أعتقد أنه يجب أن يلعب بالتشكيلة المعتادة في معظم الموسم ويلعب بالخطة المعتادة 3-4-2-1 فالفريق عليها أن يستعد في كل مباراة للبريمير ليج أعتقد أن أول مباراة في البطولة ستحدد لنا شخصية تشلسي في المباراة القادمة أعتقد أن توماس دوخل ليس عليها أن يغير شيئا في التشكيلة الحالية لفريق تشلسي بالنسبة للفرق المشاركة أي هي معلوماتك أو أبرز الفرق أو الأسماء للفرق المشاركة في البطولة من وجهة نظرك وهل تتوقع أن واحدة منهم تستطيع أنها تواجه مثلا شلسي في المباراة النهائية يعني بعيدا عن بالميراس المرشح بصفة بطل أمريكا الجنوبية بالطبع يوجد العديد من الأندية لديها حظوظ كبيرة خصوصا البلد المنظم الفريق المنظم الجزيرة لديها حظوظ كبيرة ولكن سيقابل تشلسي فيما قبل النهائية أعتقد ذلك وأعتقد أن فريق الأهلي حاليا فريق قوي لديه فرص أيضا وأعتقد مونتري كذلك فالمباراة بينما ستكون قوية طيب خليني أتكلم معك شوية عن تجربة تشلسي وهي واحدة من أنجح التجارب الاستثمارية التي حصلت في العشر أو في العشرين سنة الأخيرة والدورة الإجليزية فيه أكثر من تجربة بالإضافة لتشلسي أعتقد كمان فريق زي منشستر سيتي قدر أن يعمل تحول كبير جدا إيه الفوارئ التي خلت تشلسي موجود على منصات التطويب في السنوات الأخيرة من وجهة نظرك حتى مقارنة مع الجيل الذي كنت تلعب له حسنا التطور الذي حدث بسبب تواجد وجود الكثير من الأموال التي تم صرفها أعتقد أن مستويات اللاعبين الآن والقيمة تصويقين اللاعبين تختلف عن ما كان عليه في فترة ما كنت ألعب أعتقد أن الفريق الآن يتحلى بالعديد من الإمكانيات التي تم توفيرها هذه الفترة وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى المدير الفني وعلى مستوى قودة اللاعبين الفريق الآن في مرحلة ممتازة أعتقد أنك إذا استدعيت مدير فني كمورينيو وكان لديك العديد من اللاعبين الرائعين كان لديك إتو وكان لديك دروبا العديد من اللاعبين الرائعين فبالطبع هذه جودة من اللاعبين تساعد أي مدير فني على التألق أعتقد أن الإدارة حاليا إدارة ماهرة جدا في التعامل مع الإمكانيات المتاحة والتي يتم توفيرها للفريق واللاعبين الآن يعرفون جيدا أنه يتم توفير كل ما يحتاجه الفريق حاليا أعتقد أن هذه النقاط هي التي تجعل الفريق مميزة من وجهة نظرك إيه السبب في التحول المفاجئ في مستوى وقدرات تشيلسي بعد رحيل فرانك لامبرد وبعد قدوم توماس طوخل يعني يمكن أكبر المتفقلين في بداية الموسم اللي فات ما كانتش توقع أنه تشيلسي يقدر يوصل لمناصة تتويج ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا في ظل تراجع المستوى لكن الحقيقة وكأنه بلامس سحرية استطاع توماس طوخل منذ قدومه أن يحول ويطور مستوى تشيلسي من وجهة نظرك أهم أو أبرز الأسباب التي قدت للنجاح المبهر وتحقيق لقب بالشامبينز ليك أعتقد أن توماس طوخل بالفعل استطاع أن يحول شكل الفريق أعتقد أن يؤهل الفريق جيدا فترة فرانك لومبرد كان فترة صعبة بالفعل أعتقد أن النظام الذي صار عليه توماس طوخل كان مميزا إذا شاهدت أول مباراة لتوماس طوخل مع الفريق ستستطيع أن ترى ذلك كان يبدو على اللعبين الالتزام بالتعليمات الالتزام بالنظام الذي تم وضعه بوسطة المدير الفني ولكن صراحة العامل الأهم هو رغبة اللعبين بالفوز اللعبين لديهم رغبة ومدير الفني كذلك رغبة ملحة في التفوق وأن يظهروا بشكل أفضل فأفضل أعتقد أن بعض الخسائر التي مني بها الفريق هذا الموسم هذت ثقة الفريق نوعا ما ولكن اللعبون على ثقة تامة ونحن على ثقة في اللعبين أن يؤدوا جيدا هذا الموسم بتشوف كيف فورست شيلسي في تحييل لقب البريمير ليج أو تامبينز ليج الموسم الحالي مع توماس داخل أعتقد أن البريمير ليج سيكون صعبا نوعا ما الأمر الآن يحتاج المزيد من المجهود بالتنافس مع ليفربول بالطبع ووانشيستر سيتي ليس عليك أن تفوز بكل شيء ولكن أستطيع أن أقول أن المنفس على البريمير ليج ستكون صعبة ولكن بالنسبة لدور أبطال أوروبا أعتقد أن تشيلسي ستغلب على أي فريق هذه فرصة جيدة لتشيلسي ليفوز بالبطولة المرة الثانية أعتقد أن هذا الأمر لن يكون سهلا يوجد لديك بالفعل أن دي مثل ليفربول أيضا في البطولة وانشيستر سيتي ولكن بالنسبة لتشيلسي الأمر سيكون صعبا على جميع الفرق ولكن لتفوز ببطولة دور الأبطال مرة ثانية فيجب عليك أن تكون مستعدة لذلك بعيدا عن مندي حالس مرمى السنغال حالس مرمى تشيلسي طبعا واللي بيشارك دلوقتي مع منتخب السنغال في بطولة الكان هل في غيابات تانية عن صفوف تشيلسي مش هتظهر أو مش هتتواجد مع الفريق في بطولة كاس العالم الأندية معذرة ممكن السؤال مرة ثانية كنت بسأل بعيدا عن اسم مندي حالس المرمى السنغالي اللي بيشارك مع السنغال في الكان هل بعثة الفريق اللي هتشارك فيه كاس العالم الأندية هتشهد أي غيابات أخرى سواء بسبب إصابة لقدر لاب فيروس كورونا أو إصابة ملاعب ولا سكواد تشيلسي حيسافر بالكامل للمشاركة في البطولة أعتقد بجانب مندي لا يوجد أسماء مميزة ستغيب عن الفريق لدى فريق شلسي فريق قوي جدا وفريق مرازم جدا ولن يؤثر عليه غياب مندي طيب بمناسبة كلامنا على لعيبة شلسي كان فيه بعض التقارير اللي اتكلمت في الفترة الأخيرة عن رغبة شلسي في استعادة النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح طبعا اللي سبق لي اللعبة لتشلسي قبل كده أيام في الفترة اللي كان بيتولى فيها جوزي موريني ومسؤولية المدير الفني الفريق وماكملش المشوار في بعض التقارير رصدت اهتمام شلسي بعد تأخر التجديد مع ليفربول اهتمام شلسي بالتعاقد مع محمد صلاح يهمني أعرف من حضرتك يعني صحة أو دقة المعلومة والتقارير اللي صدرت في الفترة الأخيرة شخصيا أعتقد أن استمرار محمد صلاح مع ليفربول سيكون أفضل له أعتقد أن التقارير التي كانت منتشرة في انجلترا أنه سيذهب إلى ريال مدريد أو برسلولا ولكن أعتقد أن استمراره مع ليفربول سيكون أفضل لمحمد صلاح مين أفضل لعب في الدورة الإنجليزية من وجهة ناظرك حسنا بالطبيعة الحال محمد صلاح قطعاً محمد صلاح هو أفضل لعب حالياً وأعتقد أيضاً لدينا كيفين دي بروينا كيفين دي بروينا نعم وأعتقد أن لدينا برناردو سيلفا أيضاً لعب رؤى ولكن محمد صلاح في آخر موسمين كان الأفضل أعتقد أنه أفضل لعب في انجلترا هذا الموسم ما اخترت الجورجينيو في قائمة اختياراتك جورجينيو لعب جيداً لا نكون في مواجهة واحدة ممكن نكرر المداخلة أو التواصل معاك مرة تانية إن شاء الله إذا ما نجح النادي الأهلي إن شاء الله في الوصول للنهاية عشان يكون ترفعي نهاية بطولة تشيلسي والأهلي المصري نتمنى كده ونحلم بكده وإن شاء الله بإذن الله ما فيه شيء مستحيل الكرة علمتنا كده دايماً وخصوصاً إنه لما نبص لبطولة زي بطولة أمو أفريقيا نجد فرق كانت مراشحة للتتويج فرق زي مين زي الجزائر حمل اللقب أقوى بيقال عنها أقوى سكوات في أفريقيا زي كود ديفوار فريق متكامل زي نيجيريا فرق دي النهاردة بتتفرج على الدور قبل النهائي في بيتها وبركينا فاسو بتلعب قبل النهائي قدام السينيرات على كل أحوال خليني أخذ حضراتكم دي طبعاً لقطات من التمرين مباشرةً لحضراتكم من أبو ظابي ميستر بيتسو موسيماني ده ميشيل يانكو نفسه بيسخن أحمد عبدالقادر أعتقد محمد أشرف طاهر يعني بالتوفيق إن شاء الله رجالة قدها قدود وعندنا فترة كافية أعتقد برضو يعني 3-4 تيام مش قليلين نجهز ونحضر فيهم لمطشو منتري اللي قلت لكم الحقيقة عشان برضو ما نبقاش مكبرين أو مديين لحاجة أكبر من حجمها ما هوش في أفضل حالاته فريق قوي جداً جداً وفي عناصر دولية كتير جداً لكن برضو بيعاني من غياباته وبيعاني من تراجع تراجع المستوى السندي مش زي ما كان في الموسم الأخير مع خفيار أجار طيب حضراتكم بقى الكندا وسريعاً إحنا كنا بنتكلم على إنه مصر المطش اللي حالكم شايفين وده في تصفيات كاس العالم برضو شغالة تونكاكاف أمريكا أولادة المتحدة الأمريكية في مواجهة كندا كندا ما بدأت ما كذبتش أمريكا طول حياتها للمرة واحدة وكندا ما شاركتش في كاس العالم قردي غير آخر مشاركة سنة 86 يعني الشعب الكندي صبر أكتر من الشعب المصر لكن كندا فجأت أمريكا في المبارادي بهدفين كذبت المبارادي بنتيجة 2-0 فريق محترم جداً 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 وبالمناسبة في مفاجأة من العيار التقيل برضو من الحاجات اللي ما كانتش متوقعة وبتثبت برضو إن الكورة ما فيهاش مستحيل إنه كندا متصدرة ترتيب يعني كندا في المركز الأول المنتخب الأمريكي في المركز الثاني المكسيك في المركز الثالث بانما في المركز الرابع تقلق لحارس مارما طبعاً كندا في مواجهة هجوم أمريكي شرس ولكن الحقيقة فشلت كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إنها شايفين الروح الروح على فكرة تصنع المعجزات الروح يا جماعة في كورة القدم يعني إنسى الأسماء وإنسى الإمكانيات وإنسى الأسعار بتاعت اللعيبة وإنسى كل حاجة لكن 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 الروح بتعوت حاجات كتيرة جداً وتأهل قريب جداً من كندا ما شاركتش من إيمتا من إيمتا من سنة 1986 يعني أحسب 24 و 22 يعني 46 سنة 46 سنة غايبة عن فرصة دابل تيك رائع رائع بس لأسف بره الشبكة ودي تكوني تاني مشاركات كندا في المونديال لأنه التلاتة الأوائل من المجموعة ده الهدف التالي طبعاً التلاتة الأوائل في التصفيات بيتأهلوا مباشرة عشان كده الحظ خدمنا شوية بتعادل المكسيك مع كوستاريكا خلى موقفها حرج وخلى بانما قريبة جداً بينها وبين المكسيك نقطة واحدة وبالتالي فوس بانما وتعثر المكسيك يخلي بانما تتأهل مباشرةً والمكسيك تخش ملحق فقال لك إيه هوب هول ستوب هولد على لعيبة منتراي خليهم فيه مع البعثة وبالتالي هيشاركوا مع ماتش المكسيك اللي جاي فيه تصفيات كاس العالم وبالتالي هيتحرموا غالباً يعني نسبة 99% 95% من المشاركة مع منتراي في أولى ماتشاته قدام النادي الأحلي نتكلم أكتر على ماتش مونتراي وبالتأكيد كمان هنتكلم على مصر الكاميرون مع نجميلة النهاردة فيه السادسة كابتن أشرف ممضوح بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر يعني من كل الفرق اللي وصت قبل النهائي كاميرون كانت سنغال بولكينة فاسو محدش لعب ولا حد واجه ولا حد قطع المشوار اللي عملوا المنتخب الوطني انت قابلت اتنين من أجمد وأقوى منتخبات القارة في طريقك للوصول قبل النهائي وعشان توصل لللقب قدامك اتنين من أكبر وأقوى منتخبات القارة عشان تحقق اللقب اذا كان اللي حصل ده مش مجرد طفرة مش مجرد حالة استثنائية انا بيتهيق لي ان المنتخب كسب كتير جدا وعنده قدرة او ارتفعت اسهمه بشكل كبير جدا في مواجهة السنغال في تصفيات كاس العالم قبل ما نروح ان شاء الله بإذن الله نلعب مع السنغال او بوركينا فاسه بإذن الله ان شاء الله بإذن الله يا رب ان شاء الله في نهاية البطولة اللي يشوف ده واحد اتنين اللي يشوف بداية انطلاقة المنتخب الوطني في البطولة قدام نيجيريا فاكرين وصولا للمستوى وكورف الأداء قدام كود ديفوار هو نفسه الفرق تقريبا بين مباراة الدرجة الثالثة ومباراة في تشامبيونز ليج يعني الفريق اللي جي او اللي مجيش في مواطش نيجيريا وظهر بالشكل ده قدام كود ديفوار ومن بعدها المغرب بيقول انه فريق كبير جدا وما حدش يقول لي كيروش اه طبعا يحسب لي يعني انا بانكلش دور الرجل وانه طبعا لازم يكون لي فضل ما هو برضو في النهاية مدير فني لكن اقصد اقول انه مش كل الموضوع كيروش لا في حالة انتفاضة في حالة ادراك للمسئولية في حالة تقدير لحالة الغضب اللي كانت والانتقادات الشديدة اللي توجهت للمنتخب والنجوم المنتخب من قبل النقاد والمحللين والاعلام الرياضي بشكل عام والجمهور ايضا اللي صوته كان واصل بشكل كبير وما كانش راضي تماما عن منتخب مصر وده عمل حالة ثورة عمل حالة غليان عمل حالة فوقان ظهرت بشكل كبير جدا في حالة تركيز وحالة انضباط وحالة تصميم وحالة ارادة صنعوا الفارق في المطشين دول مهم جدا نحافظ على ده بصرف النظر عن ان انا مكيبش عن نتيجة انا ما بقولش انكم لازم تكسبوا الكاميرا وما بقولش انكم لازم ترجعوا البطولة انا بس عايز الحالة دي تستمر وخصوصا كمان انك بتعمل ده في ظل ظروف صعبة جدا يعني انت كل مطش من اول بطولة غايب عنك عمود اساسي من عمودة المنتخب فاول مطش فقدت اكرم توفيق جي دخل عمر كمال عمل بطولة عشر على عشر مكسب دي واحدة بقى من مكسب على مستوى العناصر انت كسبت في البطولة دي عناصر مهمة جدا 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 تقدر تراهن عليها واحد عمر كمال عبدالواحد طلع الونش نزل عبدالمنعم بصراحة يعني ولد يعني نجم كبير اتولد نجم واتمنى انه يستغل ده في انه يحافظ على نفسه ويطور من المستوى يعني فيه ناس لما بتحس انها وصلت لمرحلة النجومية بتريح كده بتقعد تحط رجلي على رجلي وكده وتقوله انا بقيت نجم خلاص وخصوصا انه راجع الاهلي وده واحد من مكسب الاهلي في الفترة اللي جاية بعد بطولة أمم أفريقيا ان شاء الله عبدالمنعم هيكون في سكواد الاهلي واعتقد هيكون اضافة كبيرة جدا لخطة فعال نادي الاهلي ثلاثة ابو جبل ابو جبل لان ابو جبل الحقيقة طبعا حرس متميز ما حدش يقدر ينكر ده وانا قلت في بداية الحلقة انه لأول مرة من فترة طويلة جدا بشوف في حراسة مرمى منتخب مصر اربع حراس يطمنوا الشناوي وابو جبل وصبحي وجاد الارباع الحقيقة وفي عندنا اسماء ما راحتش كمان تستاهل الحقيقة انها تكون موجودة مع منتخب مصر فانتكسبت على مستوى العناصر اسماء محترمة جدا الاهم بقى من كل ده انه احنا خلاص فاضل خمسين يوم او حاجة وخمسين يوم على مواجهة السنغال في تصفيات كسر عالم المرحلة الاخيرة المرحلة النهائية من كسر عالم مطشين 23-29 مارس عايزين نبني على ده بصرف نبقى متفقين يعني ان احنا نبني على ده بصرف النظر لانه ده المكسب الحقيقي وده الهدف الاكبر اه نفسنا طبعا اتفتحت جدا على بطولة قوم افريقيا او نفسنا جدا ان نحقق اللقب لكن الهدف الاهم بالنسبة المصريين انك توصل كسر عالم محدش يختلف على ده فالاهم من كده ان احنا نبني وعندنا فرصة كمان في الخمسين يوم دول انه النشاط هيرجع بقوة اهلي وزمالك وبرمز ومصري داخلين بطولات افريقيا الدوري هيرجع مرة تانية فبالتالي فيه فرصة لان القوماشة كمان اللي انتو شايفينها دي ترجع وفيه فرصة لانه الاصابات اللي اتحرمنا بسببها من مشاركة لعابين مهمين في البطولة ترجع كل ده كلام الحقيقي ايجابي جدا من بطولة الكاميرون بصرف النظر عن النتيجة رسالة كمان مهمة جدا الحقيقة لمحمد صلاح انا بتهيقلي انه بعد ما كان فيه كلام كتير على فكرة شورت الكابتن والاقدمية ومين يتنزل لمين ومين غضبان انه الشرع ما بقتش معاه انا بتهيقلي انه وضح بشكل كبير الدور اللي بيقوم بيه محمد صلاح كقائد للمنتخب بالذات في اخر مطشين يعني انا قلت قبل كده ان احنا مش حاسين الحقيقة محسناش في البطولة دي بوجود محمد صلاح لك افضل واحد من افضل لعبين العالم ولا كقائد للمنتخب لكن الحقيقة بداية من مطش كوديفور الدور اللي بيقعبه صلاح بره الملعب احساسي الشخصي يعني ده احساسي الدور اللي بيقعبه محمد صلاح بره الملعب بقى واضح جدا تأثيره جوه الملعب الحالة المعنوية للعيبة انا من ضمن الاسماء كمان نسيتها الحقيقة ومكسب كبير جدا للمنتخب احمد فتوح بالذات في مطش المغرب الولد عمل جيم على مين على يمكن واحد يعني لو حطيت افضل تلات بكات يمين في العالم لازم تحط فيهم اسم عشرة في حكيم بيلعب قدام اسم كبير جدا 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 وده الواحد يخض الولد عمل جيم على حكيمي دفاعي وهجومي ولا اروع بصراحة وده واحد برضو من المكاسب الكبيرة جدا على كل احوال مطش الكاميرون مستهل والكاميرون على بصرف النظر عن عوامل بقى التدخلات والتحكمات ومحاولة التسهيل على منظم البطولة انا شايف اخدوا بالحضراتكم كمان واحد من دروس المستفادة بالذات في مطش المغرب الحكم يعني يمكن واحنا منتفرج على المطش كان دمنا محروق وكنا حاسين بظلم وكنا حاسين بحالة استفزاز مقصودة جدا تجاه العيبية منتخب مصر لكن يمكن ده درس المستفاد قبل ما تروح لبكاري جسامة في مطش الكاميرون ليه كده؟ ليه بقول لحضراتكم كده؟ لأنه توقع انه يبقى فيه نفس الحلم الاستفزاز يعني لو ما فيش وقعة او في مواقف واضحة وصريحة فيها انحياز للحكم للكاميرون ضد مصر ممكن تلاقي فكرة انه القرارات البسيطة السهلة اللي ما تتمسكش اللي تخرجك من تركيزك اللي تخرجك من حالة المعنوية اللي رايح كلها في التسعين دقيقة وبالتالي ده واحد برضو من دروس المستفادة من مطش السنغال عندنا كمان مطش مهم جدا ان شاء الله يوم السبت مع مونتري المكسيكي مباراة في ظروف صعبة لكن مش مستحيلة المهمة يمكن تكون السنة دي أصعب من السنة اللي فاتت لكن ان شاء الله بإذن الله عندنا أوراق كتير جدا ممكن نراهن عليها وخصوصا كمان انه مونتري هو كمان بيعاني من ظروف مشابهة للظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي على كل أحوال هنستقبل كابتن أشرف ممضوح في السادسة بس تسمحوا لنا نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضراتكم مع ضفنا طبعا ونجمينا النهاردة كابتن أشرف ممضوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيبك من كل المشوار وخلينا في كدفور والمغرب هما دول اللي هميني أن أنا حافظ على شكل وطريقة وأسلوب وأداء وروح المنتخب المصري في كل بقى اللي جاي بصرف النظر عن ربنا يكرمنا ويفقنا بالنتيجة من عدمه الأهم إن إحنا نقدم الصورة دي والشخصية دي عن منتخب مصر وده يكون سوالي الأول لضفنا النهاردة ونجمينا كابتن أشرف ممضوح بس أخير كابتن أشرف بس أخير أحمد سعيد جداً وجودي معاك ودائماً سعيد وجودي على شاشة قناة النهاردة إحنا كنا تقابلنا بعد مطش نانجيريا صحيح صح كده وقعدنا نقول هو الرجل كان بيعمل إيه هو منتخب مراحش للكاميرا فكر صحيح ثم حدث التحول 180 درجة يعني من لما تبص كده لمنتخب قدام نانجيريا وتبص لمنتخب قدام كودفورو والمغرب تقول هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل الإيجابي دور الإعلام الرياضي الإيجابي لأنه لو كنا سكتنا لو كان الإعلام الرياضي وشاشات الإعلام الرياضي والمحللين اللي بينخدوا نقد إيجابي تسكتوا ومجرد الدعم وخلاص ما كانش فيه نقد إيجابي في كل السلبيات اللي كانت موجودة ما كانش حصل التغيير ده كان فيه دور كبير جداً لكل الإعلام الرياضي لكل المحللين الرياضيين في مصر للجمهور ورأيه على السوشيال ميديا كان واصل طبعا كان وصل بالشكل كبير جدا جدا معالوزير الشابه بالرياضة والأستاذ جمال علم كان اليوم دور كبير جدا جدا في ناقل الصورة صورة الإعلام الرياضي والشارع الرياضي المصري الغاضب جدا جدا عن كل السلبيات التي كانت موجودة مما لا شك فيه لازم نتحول احنا كمان 180 درجة من نقط إيجابي لإشادة بالمنتخب القومي والجهاز الفني بقادة ميسر كروش لأنه تحول بنسبة 180 درجة كما تفضلت قولت يا أحمد يعني كل السلبيات التي كنا نتكلم فيها قبل مباراة كودوفور تحديدا كلها تقريبا كلها تعدلت وتبدلت كسبنا السودان وغينيا بيسوي لكن كان لسه نفس الأخطاء نفس الاختيارات في التشكيل نفس التوظيف الخاطئ نفس إدارة المباراة الخاطئة كل حاجة كانت ماشية بصورة سلبية جدا جدا كانت أخطاء موجودة بنسبة 180% أو 200% كمان عايزة أقولي أن هذا التغيير نتيجة أنه فيه ناس فيه محللين في مصر بشكل جيد فيه إعلام رياضي شايف مصلحة المنتخب وبيدعمه بشكل إيجابي جدا جدا وهو ده دور الإعلام أحمد اللي نتكلم عنه أنه لما بتنتقد حاجة بتنتقدها للصالح العام وليس لمجرد النقد في شخص بعينه أنا شايف أنه كان فيه دور مهم جدا جدا فعلا للمحللين والنقد الرياضي أو الإعلام الرياضي الفترة اللي فاتت كان فيه دور لمعالي وزيري الشاوف الرياضة كان فيه دور للجهاز الفني في نقل الصورة السليمة لمستر كروش وأعتقد أن هذا التغيير اللي تم كان ليه دور كبير جدا جدا في هذه الصورة الواضحة لأداء منتخب مصر هذا بالإضافة بقى لأنه أداء المنتخب القومي بقيادة كل اللاعبين عايز أقول محمد صلاح على رأس اللاعبين وكل لعبي منتخب مصر الحياء سواء الأساسين أو اللي بيشاركوا كاحتياطي أعتقد أنهما الحياء يستحقوا الإشهادة بنسبة مليون في المئة لجوم المنتخب من وجهة مصرك في المطشين دول الكل يعني أنا مش هقولك فيه واحد بعينه ولكن الحقيقة جميع اللاعبين بلا استثناء شفنا تحول كامل أحمد في كل حاجة يعني أداء الروح القتالية العالية جدا جدا اللي شفناها في المبارياتين دول دي روح منتخب مصر دي شخصية منتخب مصر بالإضافة بقى لأداء بدني عالي جدا جدا ما شفناهوش في كل المباريات اللي فاتت من وقت مباريات ليبيا أداء فني أداء ذهني الحقيقة فيه خوف وحرص على كل من كل اللاعبين سواء اللي بيشاركوا بشكل أساسي أو على دكة البودلاء أنه منتخب مصر وشخصية منتخب بصر لازم تعود هي دي اللي بتدي البطولة وهي دي شخصية منتخب مصر اللي كنا مفتقدين وهو ده اللي احنا محتاجينه مستر كروش لا أكثر ولا أقل احنا شعزين أكتر من كده إدارة فنية داخل المباريات أنا شايف أنه حتى على مستوى إدارة المباريات فاكر لما تكلمنا أنه بس مش اختيارات وتوظيف بشكل خاطئ لا ده كمان إدارة المباريات إدارة المباريات كانت خطأة جدا جدا في كل المباريات ولكن الأداء الفني لمصر كروش داخل مباريات أو في مباريات كودفور تحديدا وبعدها مباريات المغرب ولكن تحديدا مباريات كودفور لأنها كانت لقى نقلة كبيرة جدا جدا من أداء سيء بنسبة 100% لأداء إيجابي بنسبة 200% أنه شايف سلبيات المنافس بتلعب عليها بتلعب على أخطاءه بتشوف إيجابياتك والسلبيات اللي كانت موجودة عندك بتغطيها وبتلعب على إيجابياتك أنت كمان واللعبين اللي بيشاركوا معاك ومدى خطورتهم لا حقيقة في حتى تغييرات وأثناء المباراة إشادة كاملة بنسبة 100% أنت مش عارف هتختلف أو تتفق أنا أعف ده بس أنا خوفي أكتر من خسارة لقدر الله مطش الكاميرون وعدم التأهل النهائي خوفي أكتر من أن نفقد الحالة دي في المباراة اللي جاية يعني مش عايز أحس أنه اللي حصل في كودفور والمغرب ده طفرة وخلاص بعد كده يعني رجعت ريمة لعاداتها القديمة شوف أنا شفت مبارح أنا عايز أحفظ على الحالة دي طبعا يعني نفس الروح والأداء بالشكل ده يستمر الغت لما نوصل إن شاء الله كاسل عام واتفق معك مليون في المية وشوفت مبارح بعض الأراء سواء على السوشيال ميديا أو بعض البرامج بتتكلم أنه إحنا كتفينا بما قدمناه في بطولة أم وقف الخلق يعني أنا شايف أنه ده كلام خطأ إلا إحنا نكمل مستوى لعبتنا وده اللي كنا بنقول على فكرة أنا وإنت هنا قولنا أن لعبتنا عندنا سكواد كبير جدا من اللاعبين قوام 40 لاعب في منتخب مصر اللي مع المنتخب دلوقتي واللي هنا حتى موجودين كلهم يستحقوا التواجد في منتخب مصر وكلهم لعبين جيدين وكلهم يقدروا يحققوا بطولة أمم أفريقيا لو فيه الروح والعزيمة والإصرار والأداء الفني السليم منهم ومن المدير الفني لا عندنا ده نقدر نكمل أنا أعتقد أن البطولات المجمعة كل ما بتاخد خطوة وتتقدم أكتر كل ما زوء الروح بتزيد أكتر وكل ما الإصرار والعزيمة بتبقى أفضل وأكبر وأعتقد أن المستوىنا إن شاء الله أمام الكاميرون سيكون أفضل إن شاء الله ما براتني الفترة خدتني للكاميرون ماتش الكاميرون مش بس واحد من أقوى فرق البطولة لكن كمان بتكلم على كلاسيكو دي الماما أفريقيا زي ما بيقولوا يعني أكبر درب يحصل على مستوى قارة أفريقيا وخصوصا في النهايات احنا قابلنا الكاميرون في النهايات والأدوار قابل النهايات كتير قوي وأيضا ودي اللي بقى ليه حزبة ثانية هتدخلنا في حزبة بيرمة صاحب الأرض والجمهور صحيح وسائف ماتش الكاميرون وجه الصعوبة فيه إزاي وخصوصا كمان طبعا أنه عندنا يعني ضربات مؤلمة وموجعة بعدد من الغيابات يعني لعيبة كاتل أبرز في مشوار المنتخب الوطن ما بقيتش ألآن يعني بصراحة شديدة جدا يعني ما بقيتش ألآن أنه حتى البديل اللي بيبقى متواجد بيكون على نفس الكفاءة لم يكن أفضل يعني لو شفنا محمد عبد المنعم مثلا واحد من أفضل اللاعبين الموجودين في البطولة رغم أنه ما كانش موجود بشكل أساسي مع منتخب مصر في بداية المشارع وحتى في القناعات مستر كيروش يعني عمر كمال ما كان أكرم توفيق أدى بشكل جيد جدا أسماء كتيرة ما كانتش موجودة أيمن أشرف أسماء كتيرة ما كانتش موجودة بشكل أساسي ولكن وجودهم والروح والإصرار والعزيمة اللي موجودة قدت أداء غير طبيعي منهم وأعتقد أن ده أو دي حالة اللعب المصري دايما بتكلم فيها أنا وانت أحمد دايما اللعب المصري محتاج معالجة نفسية قبل كل بطولة أو قبل كل مباراة يأديها وده اللي حنيجي فيه للأهلي بعد كده اللي أنا هتكلم في ده بشكل كبير أنه اللعب المصري دايما محتاج مش معالجة نفسية ولكن محتاج تعامل نفسي بشكل معين يقدر يدخل من خلاله لأداء الفن الطبيعي مع الروح والإصرار والعزيمة اللي بتفرق كتير جدا جدا والتعامل اللعب المصري بزكاء لأنه مش عايزة أقول اللعب الأفريقية العكس ولكن اللعاب المنتخب المصري دايما بيتعاملوا مع أفريقيا بزكاء شوية في التمرير وفي التحركات وفي التمركز الحاجات دي بتفرق كتير جدا 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 في أداءنا وفي نتائج مبارياتنا عايزة أقول إن الكاميرون منتخب قوي جدا ولكن ما زال الكاميرون ما خدش مباريات كبيرة يعني مشوارنا كان الأصعب مشوارنا كان الأصعب في البطولة من الأربعة اللي وصلوا قبل النهاية مشوارنا الأصعب الأصعب طبعا منتخب كتفور مرشح بقوة جدا منتخب مارب كان المرشح الأول للمطولة مصر المغرب يعتبره نهاية مباكرة طبعا الكاميرون ما وجهش فرق كبيرة وبالتالي نتائجه عظيمة يعني نتائجه فيها أرقام كبيرة من الأهداف والاستحواز ولكن منتخب لا يستهدف خداعة ولا بترجم قوة لا شوف بتزيد بتزيد ما هو أنت لما بتلعب مباريات احنا شوفنا جزر القمر شوفنا بوركينا فاسو شوفنا منتخبات ما كانتش موجودة في الحسبان قدت بشكل رائع جدا وده يديلك مؤشر أنه أفريقيا بتتبدل الأحوال فيها غانا يعني كان بالنسبة لي غانا والجزائر صدمة كبيرة جدا جدا خروجهم المبكر جدا فرق كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا جزائر كان واحد من أهم المرشحين للبطولة ونيجيريا قدام تونس وطونس قدام بوركينا فاسو ده صحيح ونيجيريا كمان يعني بشكل خاص أنا كنت أعتقد أن نيجيريا هتبقى طرف النهائي لأنها فرقة مكتملة الأركان يعني فأعتقد أنه ما بقاش فيه فرقة ضعيفة تقدر تقول عليها ضعيفة ولكن الكاميرو المشوارها كان أسهل مستواهم زاد وارتفع يعني أنا متابع الكاميرو من بداية البطولة لا كل مباراة بيزيدوا عن المباراة اللي قبلها فنيا وبدنيا وزهنيا وده دي حاجة تقلق عندهم طبعا هدفين البطولة ولكن أنا أعتقد أن منتخب مصر إن شاء الله خلاص دخل المعترك الإفريق خلاص بقى موجود شخصية المنتخب المصري وشخصية لعبتنا وده اللي بتدي دايما تفاقل ده اللي بتدي دايما يعني عايز أقول إن مصر دايما ولادة ودايما مصر بتقول إنه روحنا وإسرارنا وعزمتنا بالإضافة لإمكانياتنا الفنية والبدنية ومجموعة اللعبين الموجودين لا حنقدر إن شاء الله أنا تخطى الكاميرو إن شاء الله نقدر نفوز بالبطولة بإذن الله النسمة ببسطتش قوي لما سمعت اسم بكاري جسامة عايز عرف كان عندك نفس الانطباع استسمح لي كده سريعا معاكم ومع سيد المشأدين أقول لحضراتكم مشوار بكاري جسامة تحديدا مشواره الدولي ومشواره مع منتخب مصر راجل حكي 127 مباراة طلع خلالها 337 كارت أصفر 14 كارت أصفر تاني وأربع كروت حمرة مباشرة أدار ست مرات في ست نسخ نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي واحد لكاس الأمم الأفريقية ونهائي كاس سوبر أفريقي برضو واحد لينا إحنا عمل لا بداية لعب مطشين في كاس العالم واحدة في 2018 ومطش في نسخة 2014 بالنسبة لمصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة الأمم أفريقيا أقدر لينا مطش واحد وانتهى بفوز تونس بنتيجة 1-0 وده كان في 2014 مطش وحيد لمصر في كاس أمم أفريقية الحالية ده كان ضربة البداية مع نيجيريا وانتهت بفوز نيجيريا 1-0 ثلاث مطشات لمصر في التصفيات المؤهلة المونديال مصر الزنبابوي 2013 وفوزنا فيها 4-2 مصر والكونغو طبعا 2017 تصفيات كاس العالم مباراة شهيرة جدا اللي اتحسب لنا فيها ضرب الجزاء في النهاية وسجلها صلاح وانتهت 2-1 لصلاح مصر وكتسب مباشر في تأهن الكاس العالم والجابون في تصفيات 2021 وانتهت بالتعادل 1-1 صدمة طبعا صدمة طبعا طبعا مصدوم الحياة من بكاري جسامة لانه انا شايف ان عليه تعليقات كتيرة جدا يعني في ادارته للمباريات فيه شكوك وفيه كلام كتير جدا على ادارته للمباريات خاصة لما تكون فيه في بطولة أم أفريقيا ومقاومة خارج مصر بيكون الأمور صعبة جدا وبيكون مش اقبس انا ما بحبش اشكك بنسبة 100% ولكن فيه شكوك بتدور حول بكاري جسامة في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل المباريات واسرار الاتحاد الافريخي على تواجده ورغم كل هذه الشكوك اعتقد ان فيه يعني تساؤلات كتيرة جدا شبهة 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 طبعا الشكوك بتدي طبعا شبهة ودي حصلت في مباريات كتيرة لو قعدنا عدينا الأخطاء اللي تمت من بكاري جسامة سواء على المستوى الدوري أبطال أفريقيا أو بطولة أفريقيا لا أخطاء كتيرة جدا وأخطاء جسيمة يعني كان لازم يتوقف معها فترات طويلة جدا والتحكيم عموما في البطولة دي نقطة سوداء على جبين الكرة نحن نكلم عن التحكيم بس أنا أتكلمت على نقطة كتيرة جدا في سلبات كتيرة جدا في تنظيم هذه البطولة ملاعب وتحكيم وإدارة وتنظيم لا حاجات كتيرة وإقامة لا فيه حاجات كتيرة جدا سلبات كتيرة جدا بس خلينا أعترف برضو أنه يعني هي دي إمكانيات القرار الأفريقية يعني عشان ما نظلمش الناس الناس اجتهدت بشكل كبير جدا عشان تعمل البطولة في الظروف صعبة على الأقل كان يبقى فيه تنظيم على الأقل يبقى فيه يعني فيه تنظيم يعني التنظيم هل ده محتاج أن يكون عندي مشكلة فيه مالية تنظيم يعني على الأقل إدارة المباريات ولجنة التحكيم والفار كل دي مشاكل موجودة فيه تنظيم في الملاعب والأخطاء اللي حصلت ووفاة بعض الجماهير التنظيم مش محتاج إمكانيات كبيرة لا فيه فيه سنبات كبيرة من وجهة نظرك في ظل الغيابات التشكيل أمثل وانت بتلعب الكاميرون والطريقة هل تتوقع أن كيروش يقلف في موضوع الطريقة ولا هيميل لنلعب نفس الطريقة اللي وجان بها المغرب وكود دي فور وإيه هي الأسماء الأنسب من وجهة نظرك أشرف لا خلاص أعتقد خلاص ما فيش تأليف تهيني أعتقد خلاص كيروش أعتقد تأليف تهيني مش قادر أنسى ماتش ناجير يا بصراحة غطة لنته اختفر طبعا مستحيل وأعتقد أنه بعد كده لما تدرك الأمور وقدر يقعد مع نفسه ومع الناس واستمع لأنه عنده صفحات خاصة به بيشوف الرأي العام وبيشوف رأي الناس كان فيه مشكلة كبيرة جدا جدا وكان فيه تعالي وإحنا تكلمنا فيه تعالي في كل حاجة وعنات غير طبيعي فإنه يتراجع عن ده ويصحح المسار لا يستحق الإشادة وبنقول أنه إحنا كلنا بندعمه بالتأكيد مليون في المئة قولا وحدا ما فيه نقاش طبعا تصريح قدته أمبارح أو الحرب الحرب طبعا يعني في كرة القدم الألفاظ دي بتبقى يعني صعبة شوية ولكن بتدي لك أنت كمان قوة وإصرار وعزيمة أكتر على الفوز بهذه المباراة وأعتقد أن بتهيلي كاميرون برضه يعني كاميرون بالذات يعني نتيجة مشوارنا مع بعض بتعمل حساب كبير قوي لمنتخب مصر قوي قوي أنا دايما ببص دايما لمنتخب مصر أنه الأفضل في أفريقيا ليه مش بس حسب النتائج تخوف كل المنتخبات الأفريقية بكل نجومها كل نجوم أفريقيا من 2000 من زمان جدا يعني من وقت كابتن جوهري الله رحمه وقبل كده كمان من مصر ومن أداء منتخب مصر ومن إمكانيات لعيب منتخب مصر إحنا عندنا الخيمات اللي تقدر ترعب حتى لو على المستوى المحلي مش بس عالميا ترعب القرى السمراء لأنه إحنا بنحف نتعامل مع المباراة دي بشكل جادي نقول نبكرة مش بالأسماق مش بالأسماق طبعا 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 لما تريد تشوف قيمتها التسويقية يعني ممكن تبقى طبعا بس مصالح من منتخب مصر تلاقي إن إحنا صحية يعني من ناحية الخيمة التسويقية مترجعين جدا لكن لا مش بالأرقام هو ده اللي بقولك عليه إن مصر يعني قيمتها في أفريقيا كبيرة جدا جدا وبالتالي لا الكاميرون دايما متخوفين مننا دايما بيعملوا حساب بشكل كبير جدا جدا لمنتخب مصر واعتقد أن الضغط العصبي والنفسي في هذه المباراة هيكون أكبر وأكثر على منتخب الكاميرون ودي هتكون إن شاء الله نقطة إيجابية في صالحنا شوف البطولات المجمعة ودي حقيقة اللي لازم نعترف البطولات المجمعة إحنا دايما بنكون الأفضل لو ماشيين بهذا الشكل ماشيين بهذا الشكل الثالث العادي اللي إحنا اللي هو مستر كروش بيتعامل بشكل طبيعي كل واحد في مكانه كل واحد بيقاد بدوره يعني إن شاء الله أبو جبل يكون موجود نتمنى وفي اهتمال أنه يلحى طبعا هيكون عمر كمال الوينش وعبد المنعم إن شاء الله يكون الوينش كمان سليم الوينش ماشي بشكل المميز جدا في المطولة دي ما تفضلش تبدأ بعبد المنعم وآيمن ممكن آيمن بص شوف أنا بس الآن من فكرة وجود آيمن في المباراة دي علشان الكرات العالية الكرات العرضية خاصة أطولهم كبيرة جدا جدا هي دي بس اللي تقليل أطولهم أكسامهم أكسامهم هم متميزين كمان جدا فيها هنا آه يعني الوينش وعبد المنعم فتوح طبعا ماشي بشكل مميز جدا الحياة هيبقى حمدي فوق السرد باكين إن شاء الله السلية والنيني ولازم كمان أحمد نقول أن النيني رغم كل انتقادات نيني الفترة الفترة شابه طبعا انتقاد بشكل إيجابي على فكر حنا ما بنقول ش على النيني إلا بالزبط يعني كل الناس بتشكر أنا كان معي كابتن خالد جاد الله مبارح قال لي النيني يعني أنا قلت له نيني سوبر بالزبط نجم المباراة لكن هو كان في مطش هو ده نيني اللي أنا مستاني شوفه في مطر مطر كابتن خالد جاد الله مبارح بيقول لي وانا بقول كده بيقول لي أنني عنده كمان أكتر من كده نتمنى ده يعني بصراحة البطولة دي هترجع لعيبة كتير جدا وهتكتشف لعيبة يعني محمد عماني إن شاء الله يكون أهم أحد الاكتشافات في البطولة دي عمر كمان عبواحد كمان ماشي بشكل جاد جدا أبو الفتوح لا في أسماء الحمد لله ظهرت بشكل كبير وسكواد كمان بيزيد لمنتخب مصري عندك لعيبة أساسية ولعيبة على دكة البودلاء يكون عندنا قهام منتخب قوي إن شاء الله أنت كان الأول أكرم بي يعني لقد الله المنافسة دايما المنافسة دايما لما تبقى موجودة بتديني إيجابيات أكتر وتديني مستوى عالي أكتر النيني والسولية وتحتهم حمدي حيكون بالتأكيد السلاسي الأمامي صلاح ومصطفى وأتمنى يكون مرموش مش تريزيجي لأنه مرموش بيرهق بشكل كبير جدا جدا خط دفاع المنافس تريزيجي أكتر وتريزيجي عنده ثقافة أنه يكون احتياطي وينزل مركز بالقوة والأداء والشكل مش بس خلي بالك تريزيجي المباراة التي فاتت مش بس إحرازه الهدف من وقت منزل تريزيجي مفيش مسبوس تمريرته كلها إيجابية تحركاته كلها إيجابية لأ كان منتج بشكل كبير مفيد لمنتخب مصر بشكل جدا وتمنى كمان أن يكون في دور في المباراة تحديدا لمحمد شريف لأسباب كثيرة أول محمد شريف من أكتر لعبين وأفضل اللعبين اللي بيتحركوا في الخطوط الخلفية للمدافعين منتخب الكاميرون عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في خط دفاعه طول عمره فاكر كرة زيدان طبعا طبعا عنده المشكلة صحيح بتحركوا بس أتمنى أن يكون يمتلك السرعات ويمتلك الفينيش الجيد على المرمة وهيكون عنده مميزات كبيرة جدا جدا في الاختراقات من العمر في خط دفاعه يعني في رأيك الأوراق الرابحة من وجهة نظرك اللي ممكن ما تلعبش أساسي تريزيجي ومحمد شريف وزيزو وزيزو طبعا يعني شابول زيزو لأنه بوقت ما بينزي التركيز خلي بالك مهم جدا جدا أن اللعب اللي ده قاعد على دكة البودلاء بره يكون مركز أكتر من اللي جوا لأنه تركيزه وهو شايف هو شايف المشهد قدامه عارف هيلعب فين خطوطه عاملة إزاي السلبيات اللي موجودة فين المساحات اللي يقدر يتحرك فيها إزاي لأ مهم جدا جدا تركيز اللعبين وأعتقد أن تريزيجي وزيزو في المباراة اللي فاتت شابه بنسبة مليون في المجل إن شاء الله بإذن الله يارب المرة الجاية احنا متقابل نتكلم على مشاركة مصر في المباراة الهائية بإذن الله نتمنى هذا وإن شاء الله عندي تفاول كبير جدا جدا لأنه لعبيتنا تستحق أريد أن أفتح معك صفحة السبت صفحة الأهم يعني أهم بطولة السندي لنادي الأهلي بدون كاس عامة ورغم كل المطبط الصعبة التوقيت الغيابات الإصابات وشركة الدوليين إلا أنه جماهي النادي الأهلي عندها أمل كبير جدا نحن نقدر نتجاوز منتري يوم السبت الذي جاي شايف المواجهة دي صعوبات ها وإيه والتعامل معها من وجهة نظرة بطولة مهمة طبعا يعني مش هنتكلم على أنه التنظيم السيء وموعيد البطولة لأن كابتر خطيب قفل هذه الصفحة بتصريحه النهاردة وقال أنه منتخب مصر هو الأولى ونادي الأهلي دايما بيدعم هذه الفكرة ودايما لعبتنا موجودة في منتخب مصر ومجلس الإدارة دايما بيدعم وجود لعبتنا مع منتخب مصر حتى لو نادي الأهلي محتاجهم بشكل كبير ولكن اتكلم كابتر خطيب في أنه التنظيم كان لازم يكون من البداية في الموعيد لازم يكون فيه تنسيق فشل زريع طبعا ولكن طبعا الظروف سهية جدا يعني أنت بتتكلم فيه أربعة أو خمس لعبين مش هبقوا متواجدين بشكل رسمي في هذه البطولة نكلم عن الأكرم توفيع عن بدر بنون أنا في بداية الحلقة عديتهم أنت عندك يعني وبصنا آخر لعب الندي الأهلي بالفول سكواد فيه تمانية من الأساسيين لعب ماتش ده غيبين عن المباراة أنا كنت أتكلم عن البطول أنه فيه أربعة هيغيبوا بشكل رسمي عن البطول ولكن عن المباراة الأولى طبعا فيه ستة في المتاحة في تمانية من الأساسيين عندك شناوي أكرم توفيق أيمن أشرف حمدي فاتحي السلية محمد شريف عندك بدر بنون وضيف عليهم بقى فيه قيمة غيابات تانية طبعا حسام حسن صلاح محسن حمد محمود طمين عليه الحمد لأنه محمود متولي طبعا بعيد بقى له فترة بس برضو مش هيكون مع الفريق في البطولة فلا فيه فرقة كاملة تقريبا مش مسافرة يعني دي دي التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي دايما عندنا تحديات كبيرة جدا أنه في 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 إصابات كتيرة أنت بتلعب في خمس ست بطولات أثناء الموسم عن مستوى المحلي ومستوى القري وبالتالي أنت دايما بتقول أنه لازم يكون عندك سكواد مهم جدا في النادي الاهلي أو كبير في النادي الاهلي عشان تقدر تخوض هذه البطولات ومش بس عبيتها رغم كل هذه الغيابات وكل هذه المشاكل التي موجودة بالتأكيد عندنا غيابات مهمة جدا خلي بالك أنه لو غياب لاعب واحد مؤثر في أو في أي فريق بيكون غيابه مؤثر جدا يعني في بعض الأوقات كان أفشة مثلا هو محور الارتكاز أو محور أداء النادي الاهلي وقت ما كان بيغيب كنا نشعر بغيابه ما بالك النهاردة بيغيب 7 أو 8 لعبين عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في بطولة مهمة وأمام منتيري من الفرق الجيدة صحيح ومش في مستوى الطبيعي في هذه الفترة يعني أعتقد هو ترتيبه الثامن أو التاسع في الدوري المكسيكي وأهم نقطة سلبية أنه دخل مرمص التشر هدف وده من العلامات الكبيرة جدا لتقول لنا أنه خط دفاع عندهم مشكلة كبيرة جدا عندهم بعض اللاعبين مميزين وأعتقد كانوا مشاركين مع منتخب المكسيكي ولكن يعني في تصراحاتهم أنهما سيعودوا للمبارلورة ممكن أو على الأقل اثنين لعبين أو اثنين منهم سيكون موجودين لأنهما عندهم انزارات متوازي ولكن احنا غيباتنا أكتر بكتير استعداداتنا لفترة اللي فاتت يعني شوف في بعض الناس بتقول أنه انت بتربط بين المشاركة بين مطش منتري ومقدمات ما قبل المطش يعني هل كسر ربطة عدم مشاركة اللعيبة الأساسية وحتى الظهور الوحي اللي شاركوا فيه استعداداتك 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 راضي عنها شوف أنا من فترة طويلة جدا جدا بنقول أنه لازم نبص على هذا القطاع القطاع النشئين في النادي الأهلي لأنه فيه عناصر جيدة أحيانا كنت بتاخد واحد أو اثنين منهم يطلعوا مع الفريق الأول يتمرن ولكن انت ماتبص بصورة عامة على كل الفريق مسميني في الفترة اللي فاتت ابتدى يبص لألفين وثلاثة مش بس ألفين وواحد لأ ألفين وثلاثة وألفين واربعة فانت نزلت كمان لقطاع نشئين لتحت جدا عشان تقدر تكتشف المهم الموجودة وشوفنا أسماء مهمة جدا يعني أحمد سيد غريب محمد مغربي محمد فخري مصطفى شبير زياد طور أسماء كتيرة ظهرت ست سبعة لعبين مبشرين الحمد الله بشكل كبير جدا وأعتقد أن هناك ثلاثة أو أربعة موجودين مع الفريق أكثر من كده كمان أعتقد أحمد أشرف مصطفى شبير زياد طارق أحمد سيد غريب مغربي سفر النهاردة فخري لا فخري ليس صغير كبير يعني خمسة أو ست لعبين فده يعني إنجاز كبير جدا لهذه البطولة أنك تخرج بأربعة خمس لعبين من بطولة كاس الرابطة طيب كان ممكن يعني كنت أفضل أنه نشارك على الأقل بجزء يعني خمسين ستين في المئة من اللعبين اللي هيشاركوا في البطولة لأنه إحنا دايما بنقول أنه استعداداتك بشكل رسمي حتى لو على شكل مبارات ودية يعني مهم جدا جدا عشان تدقوا البطولة مهمة أمام فريق وزي منتيري لا كان لازم تستعد بالشكل جيد وكان لازم يكون متواجدين في هذه البطولة على الأقل مشاركة في بطولة كاس الرابطة كنت أتمنى ده ولكن يعني ما لعبتش مباراة واحدة بسكوات كامل قبل البطولة متوقعة يعني هتعدي الحتة دي هاي صعب الفريق ما لعبتش بقاله فترة طويلة جدا مباراة قوية بسكوات كامل مشكلة كبيرة جدا هذا اللي أنا أقول لك عليها دي النقطة السلبية الوحيدة في الفترة اللي فاتت من مستر موسيميني أنا لغاية دلوقتي مش متخيل يعني أنت لسه رجعلك ديانج ولسه رجعلك علي معلول يعني كانوا بيشارك يعني حتى ديانج ما شاركش مع المنتخب بردو علي معلول ما شاركش بنسبة كبيرة وبالتالي برضو يعني هم وقعد شوية من هنا للمطش فترة ممكن تعلي فيها بكورف اللعيبة تجهز هم يعني بوس هي هتعتمد في النهية على الفانيلا الحمر هتلعب مطش ممتراب وبالذات أنا علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي رأس حربة احنا نحن بنتكلم في حسام حسن وبرستاول اتنين مصابين مش مقودين يعني بنتكلم في علي لطفي علي لطفي في حراسة المرمة تكلم في رامي ربيع وياسر إبراهيم علي معلول ومحمد هاني أو كريم فؤاد يعني حد من الاثنين أعتقد أن محمد هاني أو أربي يعني في وسط الملعب يعني وسط الملعب في مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار ولكن مستعدوا بالشكل جيد برضو ولكن أتمنى أمام ديانج ويكون بالتأكيد أحمد عبد قادر لأن مش شايف أن في حد ممكن لقد الدور ده عمار أحمد ستغلب عليه في مبوريات كذلك سيكون في ميس بوس كثير خاصة نفس الملعب ستكون صعبة علينا شوية ولكن يعني الاثنين بالنسبة لي سواء كنت أفضل بس أحمد عبد القادر حيكون بالتأكيد وجود حسين الشحات و أفشا حسين الشحات و ناحية الشمال هيكون أحمد عبد القادر في الشمال وتخلي عمار في نص الملعب أو لو عايزت تضع عبد القادر يعني عبد القادر لا لازم يبقى متواجد بالتأكيد خلي بقى لك أنت عندك مشكلة في الخط الأمامي في حكاية الفرد أو راس الحرب لازم هيكون وفي ثلاثة يعني بشكل أو راس حرب واهمي كده حيبق متواجد يعني ممكن مع الاثنين الديفندر لو حطينا عمار وحطينا ديانج حيكون أفشة وحيكون مثلا أحمد عبد القادر ومكسوني وحسين الشحات يعني دول أقرب الأسماء اللي تبقى موجودة في التشكيل الأول على الأقل للمبارات منتري كلنا أمل في نجوم من هذه الأهلي الحقيقة مباراة زي ما قلت في بداية الحلقة هختم مباراة صعبة ومش مستحيلة وزي ما احنا بنعاني من ظروف صعبة كمان منتري أنا براهن أنا وكابتن أشرف زي ما قال على روح الفنينة الحمرة إن شاء الله بإذن الله تعوض كل الفوارق ونعدي بها الصعوبات والدنيا تفرق معنا كتير قوي لو عدينا من أول ماتش إن شاء الله بإذن الله القائمة تزيد إن جملة الدوليين يرجعوا نقدر نستعد بشكل أفضل للمباراة التالية وطموحنا ما نتنزلش عنه إن شاء الله نحن نحقق إنجاز أفضل من البرونزيتين لحق أنهم قبل كده بشكرك شكرا جزيلا بشكرك جدا نورت الدنيا عشر حمد ربنا خليك بشكر حضرتكم مع المتابعة وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشة الألف السادسة تحياتي لكم